تستمر تبعات قضية وفاة المريضة ريتا زغيب وجنينها بالتفاعل قرارات قضائية أعقبتها خطوات تصعيدية لنقابة الأطباء قدت بإضراب الأطباء عن العمل الاثنين إلا في الحالات الطارئة وذلك احتجاجا على رد قاد التحقيق إلى حلو طلب أخلاء سبيل زميلهم الطبيب موسى أبو حمد لعدم اكتمال التحقيق رئيس لجنة التحقيقات الطبية في نقابة الأطباء جدد اعتباره التوقيف تخطيا فاضحا للقانون احتياطيا نحن ضد توقيف الطبيب والقانون بيقول أن نحن ضد توقيف الطبيب ما في شيء اسمه توقيف احتياطي للطبيب في شيء إذا فيه أي شك طبيب مثل من كلها العالم بس بيروح بيستجوبوه بس بوجود ممثل عن النقابة أو المحامة طبعا النقابة أو حدر بيمثل نقيب الأطباء بيكون معه للطبيب بالاستجوال بس لما استجوبوه ودعي إلى التحقيق ما سؤل النقيب أو ما بعت ممثل عن النقابة ولا محام النقابة يكن جلسات الاستجواب؟ لا ما دعم أول مرة نهار الجمعة بعد دهر يعني من تقريبا من تسعة أيام الجمعة بعد دهر بمغفر جوني ما صار فيه ما كان فيه وجود للنقابة أبدا مشان هيك نحن نعتبر هيدا الشيء إليجال ومش أنوني تاني يوم وقت نقل على بعبدة كان وأنا كنت موجود كان ممثل النقابة اللي كنت أنا في حين تقول مصادر الجهة المدعية أن نقابة الأطباء تبلغت بين الرابع عشر والسادس عشر من أيار طلب النيابة العامة الاستئنافية جبل لبنان التحقيق مع أربعة أطباء في قضية ريتا جبرايل تجاوب النقيب مع طلب النيابة وأرسل ممثلا ومحامي عن النقابة إلى فصيلة درك جوني وحضر محامي الطبيب أبو حمد وجرت التحقيقات بحضورهم بحسب المادة الرابعة والأربعين من القانون ثلاثمائة وثلاثة عشر وبحسب المادة فأن النقابة ملزمة بتقديم رأيها العلمي ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ الملاحقة أي إذا كان الجرم المدع به ناشئا عن ممارسة المهنة في الجلسة الأخيرة التي أقف فيها الطبيب في الثامن من حزيران كانت مضت الخمسة عشر يوما ولم تعطي النقابة رأيها بعد فلم تعود النيابة العامة ملزمة بالمادة الرابعة والأربعين وتمت جلسة للطبيب بمغفر جوني بدون حضور ممثل النقابة النيابة العامة طلبت أيضا تشكيل لجنة طبية لإعداد رأي علمي آخر يشكلها القضاء بس القضاء أنه إذا ما أخذ برأي لجنة التحيئات وأهم لجنة قضائية طبية باللبدان بمين بدأ يخذ يعني لمين بدأ عيت بدأ عيت لنجي من الأمر يعني هلأ مين بيعمل هذه اللجنة الجديدة؟ مظهر لا أبدا نحن اللجنة طبعا لجنة التحيئات أعطينا رأينا وأعطينا رابور مهما كان سبب الوفاة فإن مصادر الجهة المدعية تؤكد ارتكاب الطبيب جرم عدم بذل العناية وبذلك يكون أخطأ طبيا ويستحق الملاحقة الجزائية والنقابة ترى في الأفق تدخلات لا علاقة لها بالقانون تؤثر في مجريات ترجمة نانسي قنقر